السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة شاف سهيلا يوم ان شاء الله نحضروا حد الميني بسي تلات اللي بلاء ورقة ديال بسي تلات وحد العجينة يعني سحرية وغزالة بزاف وتحت الحشوة يعني جيد اقتصادية ولديدة لديدة بزاف يعني الصراحة كيجيو هاد بسي تلات صغار ورائعين وتمام بحالي لديري الورقة ديال بسي تلات غنوريكم طريقة تحضير والمقادير غتسمحوا لي بعدها غن كنظر شوي عيانة اه غن ندوزو للمقادير بالنسبة للمقادير غادي نحتاجوا جوج ديال الكيسان ديال العنبا ديال السكاة ديال السكر ديال دقيق الابيض كيما لاحظو وغادي نضيفو واحد الكاس ديال العنبا ديال الدقيق الفينو صافي من بعد غادي ندمج العناصر كلها وغادي ندير واحد الحفيرة الوسط غادي نمضع فيها تقريبا جوج معلق كبار ديال الزيت النباتية او زيت الزيتون وكنديرو شوية ديال الملحة وكنديرو معلقة تقريبا ديال السكر صغيرة وكنجمعو بالمدافي كيما لاحظو كنجمعو يعني بشوية كنخليو العجين شوية تكون قصحة يعني وكندلكو فيها وكندلكو كنزيدو بشوية ديال الما بشوية تكنحصلو على حشي نطرية وما كتلسقش في اليدين هانتو ما كيما هتلاحظو غادي نجمع العناصر او نجمع العجين ديالي بهال كيفية يعني تقريبا خدتلي واحد الكاس وربع ديال الما صافي كيما لاحظو غادي نبدأ ندلك العجين ديالي مزيان او هي كتكون قصحة وانا كنزيدو شوية شوية بالماء سا كنحسبها كتر تقفيد دي هدا هو السر ديالها يعني كبقا نندلكها بالكف ديالي صافي من بعد غادي نتناب الواجهة بالزيت بالزيت على هات الشكل هاته وغادي نوضعها في حد البواطة وغادي نسد عليها او ديروها في بلاستيكا اللي يعجبكم صافي نخليوها ترتاح في مكان مجدو الحشوة ديالنا بالنسبة الحشوة كنديرو ربعات المعارف الكبار ديال الزيت كنديرو جوج حبات من الباص اللي كان قطعوهم كان نشلدوهم كنديرو حبا من الفلفلاء خضراء وحبا من حمراء وحبا من البرتوقالي يعني انتم اللي بغيتوا تديرو وديرو النوع واحد ولا انا عندي مشكلة يعني درتها مشكلة صافي من بعد كيما لاحظو غادي نضيف شوية ديال الملحة باش اتهبطنا داك البصيلة ووي طيبنا صافي وحن نحرقوه صافي كعقي كاتials داكن نحسو بالبح усلا ديالنا بدات كتهبط كم ما لاحتو كان زيتو هنا شوية ديا気ازير وشوية ديال الزعتر شوية ديا بعزير وشوية ديال الزعتر وكام كان خلطوه الكل ياني حتى كتهبط داك البصيلة ديالنا وكانضيفو هنا الزيتون يعني كانت رقطو حيت منو ذاك الملوحة صافي من بعد كنديرو نص ربع حامضان صيرة وكنضيف ماتين جرام ديال لداند كيكون في مقطع قطع صغيرة وكنخليه طيب لكل من بعد كنحرقوه جيدا للكل كما لاحظو وغادي نضيف التوابل بالنسبة لتوابل كنضيف شوية ديال الملحة غير شوية وكنضيف معلقة صغيرة من الخرقوم البلدي راسعة معلقة من البزار وكنضيفه توابل الججلي ممتوف شعنتكم يعني بلاش وشوية ديال سكينجبير وكنضيف معلقة كبيرة ديال الخزبور والماكنوس صافي وكنخلي هاد الشي كامل يتشحر مزيان ويطابلنا ومن بعد كما من بعد ما رتحت لنا ذاك العجين ديالنا غادي نشكلو هالكويرات كما لاحظو على هات الشكل هادا هادو درتهم كبار يعني غادي نزيد نقص منهم اوه كديرهم صغيرين يعني باش ما كيجيكم شمع الجنين من الداخل وكد جيكم العجينة بحل ورقة ديال بستايلة يعني كما لاحظو غادي نديرهم انا باقي صغيرين على هكا هانتو معلجو على هات القياس هادا لي درت الخراني الثالثة صافي غا نقام بستمر هاكا وغادي ننقص هادوك الجوج كما قلت لكم لانوه كبار بزاف وغاي خرجونا هادا تقريبا تسعود ديال تسعود ديال الكورات جوجة باستة ثمي اه اه ديك تسعود صافي من بعد انا غادي نخدم هنا يغيب بسبعة ديال الكويرات والعجيني ما تبقى لي غا نوضعها في الكونجولاتور يعني حتى نبغي نجبدها وننخدم بها عادي صافي من بعد اني قطب لنو الحجوة وكنتفعو لها تماما كنضيف وعلبة ديال بطن صراحة اللي كان عطاها واحد طعم رائع بحالة ديال الحوت وهي ارام فيها لحوت لاتة حاجة ممكن زيدوا واحد معلقة صغيرة ديال الهريسة تهي انا ضفتها تلخر ما بينتها شبع المقادير او كنضيف واحد العلبة ديال الشعرية الصينية اللي كنت قدرتها في المطيب يعني حتى رطبت ليها مزيان وش قطعتها يعني وغني ندخلها في الحشوة ديالي وهي سخونة صافي من بعد كما لحتوا كما تشكلنا ذو الكويرات وخليناه بيرتاحو كنديرو اه هاد اه كندلقوا ذاك الكورة كما لحتوا كما كتشكلوا العاجل ديال كمرا كتشكل يعني ما كتقطعش ليكم صافي كننورقوها مزيان يعني انت كتبل لكم القصرية او طاولة العمل اللي كتخدموا بها وكانت هنو دائما بالزبدة وكان لفو بحل مسم منه اه والمربعة عادية تماما كما لحتوا انتم كماشتو انا عود لكم محتملوا في الطريقة صافي كما لحتوا انتم طريقة يعني بسيطة وواضحة كنشكلوها بحل مسم منه عادي صافي كما لحتوا غادي نشكلها على مربعات صافي بالبعد ما كتشكل ذاك المربعات كلهم بنفس الطريقة غادي نجيب اللولانية اللي بديت بها هي اللولان غادي نزرحها كافة في القصرية ديالنا كما لحتوا كتصرحوها بزيان يعني افتكت بلكو برقيقة كما لحتوا وغادي نضيفو الحوشوه الوسط اني كنديرو الحوشوه يعني الحوشوه كنديروها كتير كما لحتوا يعني باش كما باش تجينا غالب على العجين ديالنا انتم كما لحتوا اني نضيفو الحوشوه كتيرا وغادي نبقى نجمع بهالطريقة هادي يعني حتى غنحصلو على واحد الدقيرة انتم كما لحتوا كلف بهالطريقة هادي يعني وهدوك الزوائد كما لحتوا غادي نحيدهم هاديك العاجل اللي غا تبقى ليه غادي نحيدها صافي من بعد كما لحتوا على الشكل هذا وغادي بلا تقرص لاجينا من تحت وغادي نشكلها على الشكل هذا يعني في الطيام بيانا ما كنت تحلوش لهائيا صافي يمكن شكلها دائما على شكل آآ آآ دائرة صافي يمكن احتاف الصينية اللي كتكون فرشة بالبابي سوفي غيزي او آآ كنتدهلوها بالقليل بلا الزيت كما قلت لكم كنتدهلوها بالقليل من الزيت انا عود لكم محتخرة كما لحتوا غادي نبسطوها مزيان على هات الشكل هذا يعني ما تخافوش من العاجل يعني مني كتكون نبسلوكها مزيان كتشكلوها كيف ما بغيتو كتديرو الحشوة كتكتروها صافي يمكن نبدو نجمعو في العجين ديانا على الشكل هذا وكن نحيدو ذاك الزوائد علش قلت لكم انا ديرو دمور ببعات صغورين يعني باش كتتحكموا فيهم اكتر واكتر وما تحيدوش ذاك الزوائد لكي ما كحيت انا كما لحتوها دا درتهم كبارين شوية صافي من بعد كم قنقات تفحلة الشباية دا على شكل بسيطلة صغورين صافي وغادي نوضعها في الصينية ديال فورن صافي وغايم قمصة مرة انا على هات الشكل هدا بنفس الطريقة بنفس الكيفية كما لحتو انا وجدت تبعاء ديال البسيطلة صغورين يعني صراحة وخاكك مكي يخطوش الوقت بزاف وسهلين ويعني وبسيطين كما لحتو وغادي نطرب واحد صافر البيض وغادي ندهنهم قبل ما دهنتهم يعني بسطهم واحد شوية يعني ماشي بزاف يعني بلا ما تقبوهم ولا تديرو لهم اا يعني ما كيت نبخوش لانه ما فيهم لخميرة كيبيايا ولخميرة ديال الخبز لاني ما عندكم مش مناش تخافو كما قلت لكم غير رقوا العجيلة مزيان ووضعوا الحوشوة يعني كتيرة ما صافي ومن بعد كاتا 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 كديرو هالشي كلو ديالكم كيما لاحظتم هدا هو الشكل ديالكم كندهنهم دائما بصفر البيض ممكن ديرو قطرات من الخل ممكن نبلاش ممكن ديرو واحد ملعقة صغيرة من الحليب تهية صافي لنبعد غادي ندخلهم بفصليات الفرن على هذا الشكل هدا والفران كيكون يعني سخون ومني كندخلوهم بصفلات ديالنا يعني كننقصو عليهم كيتيبو بخاطرهم زيما صافي ودابا كندخلوهم الفراني طيبو هادو هما بصفلات ديالنا كنتمنى انهم يعجبوكم وكيصراحة كيجيو لدادين وزوينين يعني تلف المنظر ديالهم بحلقو كيجو مقرمشين صراحة كيجيو رائعين كنتمنى الفيديوهين اللي اعجبو وبصحة وراحة ولا اعجبوكم الفيديو دائما ما تنسوه الجيمول شاركو بالقناة باش تواصلوه بجديد الفيديو هاد ان شاء الله جيه وفرجة ممتعة من المسبل هاد البسيطلات هادو اللي الصراحة فعلا كيجيو ورائعين والدادين للشهر الفاضين يعني بصراحة بوحد صافي كما راح تور بسيطلات ديالنا هوا موجدو كنتمنى الفيديوهين اللي اعجبكم وبصحة وراحة ولا اعجبكم الفيديو دائما ما تنسوه شاركو بالقناة شاركو